كلمتنا نحاول فيها أن نكون على وجه السرعة أو نمشي على بنحو سريع مكونة من محورين المحور الأول هو التراث الزهراء سلام الله عليها ويشمل في المعتاد كل ما أورده الرواة والمؤرخون من خطاب الزهراء وكلام الزهراء والروايات المأثورة عن السيدة الفاطمة سلام الله عليها ويشمل الأدعية يشمل الأحكام الفقهية العبادات موقفها السياسي ومرافعتها القانونية بعد حادثة منعها من نحلة رسول الله صلى الله عليه وآله له هذا التراث كانت هناك محاولات لجمعه كسائر تراث أهل البيت كان متفرقا في مصادر عديدة وبدأت محاولات جمعه منها كلمة الزهراء أو كلمة فاطمة الزهراء وقال أورد فيها الجامع مجموعة من أدعية الزهراء وكلماتها وأحاديثها ومواقفها المختلفة وكتبت في هذا التراث دراسات وكان من جملتها الخطبتين المشهورتين عنها صلوات الله عليها خطبتها الفدكية ومن تسميتها كانت هذه الخطبة قد ألقتها بعد حادثة منعها من تملك حقها المورو أو الأرث الشرعي لها في أرض فدك وخطبتها الأقصر أمام نساء الأنصار والمهاجر بذلت إذن شروحات وبذلت كتابات وكتابات متفرقة منها الشروحات ومنها بعض المقالات الصغيرة وهي في غالبها الآن منشورة في النت أو الأنترنت كما يقال خطبة الزهراء هذا هو موضوعنا الرئيسي الذي نتكلم به وأراه أو يراه كل باحث جاد وكل مؤمن بأنه مشروع فكري للزهراء سلام الله عليها لم يأخذ حقه من الدراسة بالرغم مما كتب فيه لماذا نحن نهتم بدراسة الخطبة أو لماذا العلماء والباعثون اهتموا بدراسة الخطبة الفدكية باختصار كانت تبين موقف للزهراء وظل هذا الموقف مكشوفاً متداولاً في المصادر طوال 14 قرن يعني تكلمت عن حقها في مرافعة كما يقول بعض العلماء وبعض الباب في مرافعة قانونية غير مسبوقة ومحكمة خطبة الزهراء وهي من نسيج أهل البيت كانت تشتمل على ثروة لغوية ولذلك كثير أو عدد من الباحثين على الأقل اهتموا بهذا الجانب اللغوي في الخطبة وكتبوا مقالات كما سأذكر بعد قليل الخطبة كنز لغوي كنز أدبي آدبي كنز معرفي بالواقع يعني فيها أيضاً موضوعات متنوعة تمكن اللغوي من دراسة الخطبة وتمكن الباحث الأخلاقي من دراسة الخطبة وتمكن الباحث النفسي والباحث الشمائي والمؤرخ أيضاً والراوية أو الحفاظ للروايات والأحاديث الخطبة أيضاً فيها وصف لأحوال مجتمعين مجتمع الجاهلي الذي غيره النبي صلى الله عليه بجهود وصف للمجتمع الجديد وفيه أيضاً إشارة لحركة الإنقلاب ضد العتر النبوية الشريفة هذا باختصار المحور الثاني وهذا مهم شوي بالنسبة إلى المفروض الخطبة الملالي الباحثون يهتمون بهذا الموضوع نحن تقام لليالي الفاطمية خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام لكن يعني رأي المتواضع أنها موضعات كلها تكون مكذرة لأنه لا يوجد تنسيق لا يوجد تدخل وتوجيه من إدارات المآتم وبعض الخطبة أيضاً ماشي على الأسهل المتوبة في الإنقلاب لذلك يعني الليالي الفاطمية لا تنتهي بفوائدها المطلوبة يعني يعني ممكن المؤمن يستفيد لكن نحن الآن لا نخاطب كبير مثل السني أنا أو أكبر مني نحن نخاطب صغار نخاطب كبار متوسطي يعني في سن الشباب نحتاجهم أن يكبروا مع فكر أهل البيت لذلك يحتاجون إلى إسرائهم بالمعرفة النبوية والمعرفة الهاشمية والمعرفة الفاطمية حتى بمعلومات نقدر نقول ثقافة نستخدم فيها مفاهيم ومصطلحات معاطرة الموضوع الرئيسي في الخطبة هذه هو اعتراضها على من منعها حقها في تملك أرثها ونحلتها والنحلة أدق من إرث لأنها كانت فدت كانت أرض تحت تصرفها يعني كانت تديرها الزهراء وتصل إليها بعض مداخلها المالية كانت تصرف في توزيع بعض ثروتها هذا الموضوع الرئيسي فيه موضوعات عديدة فرعية هذه كتب فيها بعض المثقفين وبعض الكتاب وبعض الباحثين لاحقا أنا سأذكر فقط مجموعة من الدراسات التي الآن منشورة وبعضها أنا أقترحها وهي موزحة حول مجموعة من الجوانب الجانب العقائدي الجانب الأخلاقي الجانب مثلا الجانب الروائي الجانب النقلي مجموعة من الجوانب التي يتمثل ما يحيط بالإنسان خل مثلا أنا أنتقي عندي جماعة حوالي ثلاثين موضوع منشورة في النت تحصلها اشتهادات في فهم كلام السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علي أحاديث وروايات خطبة الزهراء سند الخطبة الفدكية إثبات سند هذه طبعا قواعد الجرح والتعديل وهذه السوالب والأسانيد يعني تأملات في خطبة الزهر لخلص الموضوع جانب فكري محطات مؤلمة الجانب العاطفي الخطبة الفدكية استراتيجيات وأبعاد في جانب تربوي الأبعاد التربوية في الخطبة الفدكية هذه كلها موضوعات موجودة في الناد فاطمة الزهراء عليها السلام رائلة الحجاج القرآني الزهراء استخدمت القرآن في خطبتها بشكل واضح واستخدمت القرآن كأدلة كأدلة شرعية وثبوتية لرد مقتصبي حقها تحجت أيضا عن أثر القرآن في خطبة الزهراء هذه بعض المقالات أصول الدين في خطبة الزهراء جانب عقائدي أصول العقيدة الإسلامية هذه جانب عقائدي قراءة في البعد العقدي والنحوي لخلنا في موضوع لغوي آخر والبلاغي أيضا الإمامة والقيادة الخطبة الفدكية في الدراسات الحديثة دراسة نحوية محطات التأثير الصوتي هذا موضوع يدخل ضمن اهتمامات اللغويين لمسات بيانية في الخطبة الفدكية الدلالات الإحاية للآيات القرآنية في الخطبة أي كلها مقالات القطاب السياسي الفاطمي أي كلها مقالات نكتبه في النهاية الآن نتحدث كما قلنا عن القواعد الأساسية أو المذكازات الأساسية حتى يفهم كلكم بالحمد لله تفهمون ما أقصد كل مبنى مادي مأتم أو مبنى بيت أو كده له أساسات يرتكز عليه يستند عليها المبنى ليقف ويطاول الزمان علماء البحث ألقت خطبتها وتطلقت إلى موضوع كبير هو أنها أنتزع منها حقها في الضفل هذا الموضوع الرئيسي لكن اجتمل نص حديثها الكامل على عدد من الموضوعات ذكرنا بعضها بكتابات آخرين أو كتابات مجموعة من أين أنتزع منها لأن سأقترح بعض الموضوعات منها الجانب النفسي لم يدرس أمراض السلوك لم يدرس لم تدرس هذا من الموضوعات المقترحة موضوع فرعي هذا هذا هو الأساس لكن اضطرت الزهراء إلى التركيز على بعض امراض السلوك لأنها واجهت حركة انقلاب على حقها وعلى العتر النبوية الشريفة وكان أحد أسبابها النفاق حسيكة النفاق هذه القاعدة الأولى إذا بغيت تبحث في الخطبة الفدكية أو أي موضوع حدد الموضوع وإذا حددت الموضوع تحتاج إلى مصادرة جهز المصادر وابدأ أكتب ولا يضر أنك أنك تكتب صفحة أو صفحتين أو ثلاث ترقيمة العلم ليس بعدد الصفحات ولا هم يحزنون اكتب فكر ناضج موثق تطمئن إليه النفس وبعض الأكاديميين يعني يوصلون لمناصبهم من خلال أبحاث صغيرة هذا الكلام نحتاجه إن وجهه إلى الشباب كان المفروض أنه القطباء يهتمون بهذا الموضوع الآن أدخل في كيف تدرس هذا الموضوع هذه القاعدة الثانية يعني أقصد المنهج المنهج الطريقة كيف تصل للنهاية إذا بغيت توصل إلى بلدة ما عندك خريطة عندك دليل رشادي عندك خبر عندك معين كل هذه أدوات تستغلمها عشان توصل إلى تحقيق الهدف خطبة الزهراء لها هدف بلا شك وهي متنوعة بتنوعة جوانبها فهدف تربوي وهدف قانوني وهدف سياسي وهدف عقائدي الآن نقول إن المناهج هذه أيضا اجتهاد اجتهادات نحن يعني ممكن أنا أقرأ هذا الكلام أقرأ الخطبة الفدكية وأتعرف على مجموعة من المناهج التي تمكنني أو تمكن أي بعث من دراسة هذه الخطبة الشريفة ويأتي باحث آخر أقوى أو أضعف ويحطينا على منهج آخر المناهج التي أنا توصت لها بسرعة يعني حسب الظروف طبعا واضح أولا أنها رواية نص تاريخي بالتالي تحتاج إلى المنهج الروائي المنهج التاريخي المنهج المنقول من مصدر إلى مصدر عبر قرون متتالية من القرن الهجري الأول إلى القرن الهجري اللي نحن فيه هذا منهج تتبع يعني تتبع مصادر نقل الخطبة من مصدر إلى مصدر حسب عصور مختلفين مرة في الإنسان منهج تاريخي أقصد به أن أنت كباحث بعد أن تقرأ عن هذه تقرأ هذه الخطبة وما حاط بها بأنك تستحضر الواقعة الأبرز وهي اقتصاب حق الزهراء في تملك أرض فدق تستحضرها كيف تستحضرها بما كتبه العلماء السابق وتوثيقه هذا منهج آخر في منهج آخر منهج وصفي الزهرات فعلا تمكنت وما أقول هذا هذا فيه شوية سوء أدب يعني الزهراء أشارت إلى وصف حقيقي لما أحوال نوعي من المجتمع مجتمع جاهلي وعايرتهم به كنتم كذا وكنتم كذا وكنتم وأيضاً دلتنا على منهج على مجتمع جديد وقارنت ما بين الحالين وأشادت بوالدها وأبيها صلى الله عليه وآله لأنه كان المغير في هذا المجتمع من عهد جاهلي إلى عهد عبادي إسلامي ورسالي يقتضي المنهج الوصفي تحديد الأسباب أنت تستطيع بأي مقدار عندك من أدوات التفكير البسيطة أو إذا أنت عندك خبرة عالية أن تستخرج أسباب مؤثرة في الحدث لماذا صارت لماذا صار هذا هل هو موروث نفسي تأثير موروث نفسي وهذا حصل وإشارتها إلى النفاق تحديد أسباب الظاهرة المشكلة وتحديد مظاهرها وفي نفس الوقت اتقابل وصفها أحوال هذا المجتمع بأحوال مجتمع الجديد وهذا الذي نقول عنه يسميه العلماء المنهج المقارن يعني تبين أوجه التشابه أوجه الاختلاف ما بين المجتمعين وتستفيد منه يستفيد منه الباحثون في منهج أو في ظاهر أو أمراض سلوك قلت أو كثرت في الخطبة هي نسميها دوافع السلوك الإنساني بالذات الحراف ويدخل هذا ضمن ما نسميه بالمنهج السيكولوجي أو منهج النفسي وكانت الخطبة مشبعة بالانفعالات الشديدة القوية بالذات الحزن والشعور بالقهر والألم لكن لحست به الزهرة وفرغته في خطبتها التاريخية عساها أن توجد نخوة في من يستجيب لها من هؤلاء أرادت أن تكون كلمتها صوتا دويا هناك أيضا منهج موضوعي وهذا الذي تكلمنا عنه من قليل أن الباحث يضع عينه وتأملاته على موضوع معين ويدرسه ليكون مثلا موضوع الانفعالات ويقرأ الخطبة من بدايتها لنهايتها ويتوقف عند الانفعالات وتالي يفسرها ويربطها ويحللها ويكون وجهة نظر معرفية موحدة نقدر نقول هذا موضوع الانفعالات في خطبة الزهرة المنهج التكاملي هذا يحتاج لمؤسسة تربوية وفكرية ضخمة يعني ممكن الجامعات جامعات أهل البيت تقوم بها المهمة ممكن الحوزات تقوم بها المهمة ممكن أصحاب الخير يقومون بهم المنهج التكاملي إذا كانت الخطبة منوعة وفيها موضوعات أو فيها إثارات لموضوعات عديدة فليس من المعقول على شخص مثلي أو مثلك أن يقوم بدراسة الخطبة من كل جوانبها إلا ويغلب على هذا الباحث جانب معين إذا كان هذا الباحث عنده ميل إلى اللغة سوف يضغل جانب اللغوي في ذلك المنهج التكاملي يحتاج إلى مجموعة من الباحثين لتنفيذه فهناك مجموعة يكتبون في الجانب النفسي وهناك جانب آخر مجموعة أخرى تكتب في الجانب العقائلي وهناك من يكتب في الجانب التربوي وهناك من يكتب في الجانب السياسي إلى القطبة وهناك من يكتب في الجانب القانوني وبعدها ممكن تجمع نتاجات هؤلاء جميعاً ونشوف الصورة مكتملة أن الخطبة أن الخطبة خضعت إلى منهج متكامل من اتجاهات اجتمعت فيه اتجاهات عديدة يعني تنوع موضوعات الخطبة يؤدي بالضرورة إلى تنوع الباحثين وتنوع أساليب بحثهم حبيبي الله يعزكم جميعاً ومعتادين على هذه الليلة المباركة هناك قاعدة ثالثة وهي قلنا الموضوع قاعدة لازم موضوع تختاره بدقة ويناسب ويناسب إمكانياتك ولازم تختار منهج مناثب وفي نفس الوقت نوصل إلى أنه نحن نجرس حتى نوصل إلى نتائج نوصل إلى نتيجة مثلاً هل استخلاصاتي أنا الله أعلم مثلاً نتعرف بعد قراءة القطبة الفدكية الشريفة على خصائص المجتمع الجاهلي وهي طبعاً لها صياغات لدى الباحث يعرفونها يعني مثلاً جملة تمكنت الزهراء من تحديد أسباب وخصائص المجتمع العربي في كذا أي جملة ويتم استكمالها بلغة الباحث نحن أيضاً من إشاراتنا هذه المجملة فهمنا أن هناك حركة انقلاب حصلت والبيت الهاشمي تعرض إلى خسائر إلى الآن الأمة تعاني من هذه الخسائر لأن أحنا ما نقول بعيدة الإمامة وإنما على الأقل أن الإمامة هذه خاصية روحية ما يمكن نزعها يعني الإمام الحسن لما تنازل عن في صلحه مع هذا تنازل عن حكم الأمة في ذيك الفترة لم ينزع أحد من الناس أنه إمام إمامته الروحية من النواتج أيضاً أنه ممكن الباحث يتعرف على عدد من المناهج لجراسة هذه الخطوة الباحث أيضاً يتعرف على خصائص مجتمعين كما ذكرناها من شوية مجتمع جاهلي ومجتمع إسلامي جديد الخطوة كشفت عن سلوك للمنافقين وهي يعني هذا سلوك للمنافقين يترتب عليه ظهور أنماط أخرى من سلوك المنحرفين والمرضى أيضاً كشفت الزهراء في خطبتها عن تأثير الموروث الجاهلي ولعلكم تذكرون الموروث الجاهلي يعني أفكار وعقائد واتجاهات سابقة في أيام الجاهلية قمعت غصباً عليهم هزموا ولكنها لم تموت لم تموت فلما جاءت لحظة إحيائها وانبعاثها من الجديد ظهرت بالفعل هذا اللي أشارت إليه هذه ظاهرة نفسية تحتاج لدراسة ظاهرة الموروث أنا حاولت هذه بس ما مداني نتعرف أيضاً على يعني ممكن الباحث يتعرف على القدرات اللغوية القدرات الذاتية لدى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ماذلاً قدرتها اللغوية قدرتها على الاحتجاج قدرتها على فهم النفوس هذه قدرات أخيراً حددت الزهراء في قطبتها أطراف المواجهة في الصراعة وبالفعل بقي هؤلاء الأطراف فريقان إلى الآن إلى هنا أخواني الأعزاء نتوقف براعاتاً للوقت بينا أنا أخذت الوقت الزايد أو الكافي إلى حد ما ونتمنى أن أهل العلم والباحثون يهتمون بهذه القصمة كت وراث نحتاج إليه في هذه الفترة في هذا الزمان ونعيد مرة أخرى تهنئتكم بهذه المناسبة الجليلة صلى الله عليك يا رسول الله وصلى الله على ابنتك وعلى آلك الكرام وصلى الله عليكم أيها الأخوة المؤمنون أعاده الله عليكم جميعاً بالخير والبركة والسلام عليكم